بركة بديناها بمبدأ كيف نقدر نقلل من هدر الطعام شفنا في مشكلة كبيرة اللي هي هدر الطعام اكثر من 40 مليار ريال تهدر سنويا في المملكة بس ومع حصائي اخرى ان اكثر من 40% من جميع الاغبية المصنعة تهدر عالميا هذي مسببة مليارات من هدر الطعام للمتاجر وبرضو مسببة مشاكل للبيئة فبالنسبة للعملاء اكتشفنا انه في مشكلة ان العملاء ما عندهم فرصة انه مشترون وجبات طازجة باسعار معقولة وسهلة الوصول عشان كده طلعنا بتطبيق بركة بحيث اي عميل يقدر يدخل تطبيق بركة ويشوف جميع المنتجات اللي انتجت ولم تباع من المتاجر القريبة مننا ويشتريها بخصم من 50 الى 70% والحمد لله بهذه الطريقة قدرنا نحافظ على اكثر من 150 الف وجبة لليوم مع اكثر من 350 شريك في اربع مدر رئيسية في المملكة باذن الله باذن الله اننا نتوسع الى جميع مناطق المملكة في نهاية السنة القادمة باذن الله ونتوسع الى دول الخليج بعدها باذن الله كلنا لنا طريقة في حل هذه المشكلة والاشياء اللي نسويها في بركة ان نحل جزء من المشكلة وكلنا مسؤولين في اننا نقلل من هدر الطعام ونحافظ على الاكل من انه يحضر اي عميل ممكن اننا يحمل التطبيق عن طريق الباركوت ويدخل يسجل بياناته ويشوف وش المتاجر اللي قريبة منه ويحجزها بالوقت المناسب له ويستلمها او تتوصل له عن طريق ناحلنا نعم الحمد لله يعني فيها دين ودنيا وخير وبركة باذن الله ادعوكم جميع انكم تحملون التطبيق لان مشاركتكم معنا اتحفز المطاعم برضو في انهم يشاركون وينزلون منتجاتهم في بركة بهذا الطريق الكل يكون مستفيد المتجر والعميلة حياكم الله يا هلا والله كيف تكون البداية؟ طبعا اي عميل يقدر يدخل تطبيق بركة ويشوف جميع المنتجات او عفوا المتاجر اللي عندها منتجات قريبة منه وكل متجر يدخل عليه يشوف السعر القديم والسعر الجديد بداية ونهاية وقت الاستلام ويدخل عليها ويحجزها اليوم او البكرة فبهذا الطريق العميل قدر اننا يحافظ الفلوسة في نفس الوقت يحافظ الوجبات من انها تروح هاجه شاركتوا في الاموريجة الاسمية نعم حنا من الاشياء اللي نسويها في اننا نواعي المجتمع عن اللي حنا قاعدين نقدمه في بركة بركة للجميع مهب لاشخاص معينين هدفنا في اي احد اننا يستخدم تطبيق بركة اننا يساهم في تقليل هدر البعار لانه 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 من الاشياء اللي حنا حابين نسويها في بركة اننا حابين ان الاسم يكون مربوط في اي واحد فيه اه الشراء من بركة هي شراء اه عاطق اه فبهذا الطريقة اله الكل يكون ربحاني وكل يكون فيه بركة في المرة شباب سعوديين شباب سعوديين شباب سعودي شباب سعودي اشتركوا في القناة